تبقى محبة البشر وأسير العطيرة مطبوعة في أذهننا على الرغم من افتقادنا لأحبتنا الذين غيبهم الموت فتحت هاشتاقي ريم الغانم ورحم الله ريم الغانم تفعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أمس مع مقطع فيديو لحفل تخريج طلبة الكلية الملكية للجراحين الإرلندية في مملكة البحرين وفي الحفل ظهر عميد الكلية وهو يقوم بتسليم شهادة التخرج لوالد الطالبة الكويتية الراحلة ريم يوسف فهد نيان الغانم والتي انتقلت إلى جوار ربها الكريم في مايو عام 2017 المستخدمون تداول صورا لشهادة الراحلة بعد أن تسلمها والدها كما شاركوا أهلها تعزيهم الحرة دعين المولى عز وجلها بالرحمة والغفران وأن يربطا على قلب والديها وينزل عليهم الصبر والسلوان مؤكدين أن الأخلاق ومحبة الناس أفضل ما يتركه المرء بعد رحيله